بسم الله الرحمن الرحيم وتوجيهات تخص الصناعة الوطنية والتصنيع الحربي وزيارة سيادته إلى مصانع شركة الصناعات الحربية وافتتاحه عدداً من المصانع والخطوط الإنتاجية الجديدة من ضمنها مصنع الكبسولات والعتاد الذي يعد حلقة متقدمة في تكنولوجيا الصناعة الحربية النمطية وشدد سيادته على أهمية استثمار الإمكانات التكنولوجية والفنية المتوفرة لدى كوادرنا الهندسية ودعم التعاون مع القطاع الخاص وتوسعة الإنتاج الحربي الذي يشكل ركناً مهماً من أركان السيادة ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون والاعتماد على منتجنا الوطني المصنع في هذه المصانع الذي يتسم بالكفاءة ومطابقة المواصفات التقنية العالية إضافة إلى المصنوعات المدنية التي تنتجها وتؤهلها هذه المصانع وفي مقدمتها المحولات الكهربائية وفي جانب آخر تطرق سيادته إلى الاجتماع بأصحاب المطاحن من القطاع الخاص وأكد أهمية رفع مستوى الاعتماد على المنتج المحلي من الطحين عالي الجودة الذي يكلف الاقتصاد العراقي مبالغ طائلة في الاستيراد سنوياً بينما يمكن للمطاحن المحلية أن تسد جزءاً كبيراً من الاستهلاك الداخلي بما يدفع إلى تطوير هذا القطاع من الصناعات الغذائية وجدد سيادته التأكيد على ضرورة اعتماد المنتج الوطني وتشجيعه وأن الواقع الاقتصاد العراقي يتطلب تفعيل جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية لخلق المزيد من فرص العمل والحفاظ على العملة الصعبة وبمناسبة اقتراب موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأطهار وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب سيابية ونجاح الزيارة وتفويج الزائرين وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات وإطلاق حملات شاملة لتهيئة وتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون إلى كربلاء المقدسة وتأكيد سلامتها والتركيز على كل متطلبات استكمال مراسم الزيارة على الوجه الأكمل من كل الجوانب الخدمية والصحية والأمنية ووافق مجلس الوزراء على تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ سبع مليارات دينار إلى محافظة ميسان من احتياط الطوارئ وفق أحكام قانون الموازنة العامة لغرض التأهيل العاجل لمنفذ الشيب الحدودي بما في ذلك إنشاء ثلاث ساحات استعداداً لتوافد قاصدي العتبات المقدسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأن تتبع محافظة ميسان أسلوب الدعوة المباشرة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض التنفيذ وتكليف محافظة ميسان بتنفيذ مشروع إنشاء منفذ الشيب الحدود الجديد بصيغة تسليم المفتاح استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وفيما يتعلق بمنفذ المنذرية الحدودي وافق المجلس على تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ ثلاث مليارات وخمسمائة مليون دينار إلى محافظة ديالة من احتياط الطوارئ استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تأهيل المنفذ المذكور استعداداً لاستقبال الزائرين وتخويل محافظة ديالة صلاحية التنفيذ المباشر لغرض تنفيذ المشروع ويدرج مشروع إنشاء منفذ المنذرية الحدود الجديد ضمن تخصيصات محافظة ديالة من صندوق إعمار المحافظات المحررة تتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ خمس مليارات دينار إلى محافظة واسط من احتياط الطوارئ استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 لأجل تأهيل وإنشاء ساحة نقل الزائرين في منفذ زرباطية الحدود مع ملحقاتها بشكل هندسي نظامي يليق بمكانة العراق واستقبال الزائرين ومن أجل الاستفادة من خبرة الهيئة العليا للحج والعمرة في عمليات التفويج للزائرين وافق المجلس على ما يأتي أولاً تخويل الهيئة التعاقد مع شركات النقل الخاص لاستئجار باصات بعدد ألفين استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لنقل زائري الزيارة الأربعينية ويخصص المبلغ من موازنة مكتب رئيس مجلس الوزراء ثانياً تخفيض نسبة الضريبة المستقطعة من شركات النقل المتعاقد معها لتكون واحد بالمئة فقط وفيما يتعلق بحماية المنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص أقر مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل بحسب الآتي أولاً تمديد فرض رسمٍ قمرقيٍ أضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج الأمبولات اللدائنية المستوردة إلى العراق من دول المناشئ كافة ولمدة أربع سنوات وبدون تخفيض ثانياً فرض رسمٍ قمرقيٍ أضافي بنسبة 30% من وحدة قياس منتج علب الألمنيوم للمشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة ثالثاً قيام وزارة المالية الهيئة العامة للقمارق بتطبيق الرسم القمرقي للمنتجات المذكورة وإشعار وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعاراً دورياً عن الكميات المستوردة وقيمة الرسوم الإضافية على المنتج الأجنبي المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له رابعاً مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادات في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات السابقة الثلاث للوقوف على مدى وجود زيادةٍ غير مبررة وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني وينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تأريق إصداره أقر مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع ملحق عقدٍ مع شركة بي أف تي ضمن الخطة الاستثمارية المجتمل على تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل الشركة المعنية بحسب الآتي أولاً اعتماد الكلف القياسية السائدة التي تحقق مصلحة وزارة الكهرباء ثانياً تحديد الخطوط التي ستنفذ ضمن العقد بعد استحصال الموافقات الأصولية على ألا تتجاوز سقف التعاقد المالي المحدد بموجب ملحق العقد والاكتفاء بذكر الأطوال الكلية للخطوط ثالثاً تتحمل شركة بي أف تي العمولات المصرفية السابقة على أن تتحمل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة 24062 لسنة 2024 بشأن صلاحية الشراء والتنفيذ المتضمن رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع شبكة الأنابيب الرابطة لوحدة FCC في مصفى البصرة من 100 مليون دينار إلى 500 مليون دينار استناداً إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم واحد لسنة 2023 وافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة الكهرباء من المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وثبانية لسنة 2024 بشأن استمرار إخراج الإرساليات من المنافذ الحدودية كافة وتأجيل استفاء الرسوم لتلافي حدوث تكدس الحاويات ولإنجاز برامج الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة إثناء فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة ينفذ هذا القرار من تأريخ إصداره لغاية 15 تشرين الأول 2024 وأقر مجلس الوزرائي توصيات محضر اجتماع لجنة الغاز الجاف للمشروعات الاستثمارية بشأن مصنع أسمدة خور الزبير الشركة العامة للأسمدة الجنوبية ومشروع أسمدة أبو الخصيب والمشروعات الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات السيد وزير الصناعة والمعادن على المحضر المتضمنة أولاً تحديد سعر الغاز الجاف المجهز لمعمل الأسمدة الجنوبية خمسين دينار لكل مليون قدم مكعب قياسي لخط الشركة العامة ولخط الشركة مع القطاع الخاص ويكون سعر الغاز للمشاريع المرفقة خمسة وسبعين دينار لكل مليون قدم مكعب قياسي والمشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها تكون وفقاً لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها بين وزارتي النفط والصناعة وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد ثانياً تلتزم وزارة النفط بتخصيص وتجهيز المشاريع الصناعية الجديدة المخطط إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص من قبل الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن بكمية الغاز الجاف وفقاً لحاجة تلك المشاريع من الكميات وحسب جدول زمني للتجهيز وبالأسعار التي تحقق الجدول الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع وتنظم الكميات والأسعار عبر اتفاق بين وزارتي النفط والصناعة والمعادن وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد ثالثاً على وزارة الصناعة والمعادن إعادة التوازن الاقتصادي لعقود الشراكة التي أبرمت أو التي هي قيد التعاقد لإنشاء مشاريع صناعية جديدة من خلال إعادة التفاوض مع الشركات المشاركة معها للوصول إلى صيغة مجدية اقتصادياً تتضمن المضي والاستمرار بالتنفيذ وبما لا يضر بمصلحة الطرفين وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصة لإدارة الحركة الجوية من أنظمة ملاحية ورادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السبراني وكذلك ما يتعلق بإعادة حيكلة الطرق الجوية العراقية وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار وتحويل نظام الملاحة في العراق وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات مما يشهم بزيادة كثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية ويعظم موارد الشركة وافق مجلس الوزرائي على تخويل وزارة التربية بالتعاقد بإسلوب الإحالة المباشرة مع شبكة الإعلام العراقي ودار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة لاستكمال طباعة المناهج الدراسية وخول مجلس الوزرائي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اختيار أسلوب الاتفاق المناسب استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض إصلاح مأذنة جامع الخلفاء وعلى نفقة ديوان الوقف السني وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية واستكمالها أقر مجلس الوزرائي ما يأتي أولاً زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاق قطعة الأرض المرقمة خمستالاف وستمائة وستة وثمانين على واحد ميمة ثلاثة وأربعين يارمجة الشرقية الموصل محافظة نينة ووزارة العدل ثانياً إقرار مبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات غير المصروفة ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثمية وواحد لسنة الفين وواحد وعشرين في عقد واحد دعوة مباشرة الفين واثمعاش مشروع بناء ميتين وواحد وخمسين مبنى مدرسياً بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في المحافظات عدى بغداد وفي مشروع العقد أربعة تكليف الفين واثمعاش المتضمن بناء ثلاثة وسبعين مدرسة بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي بغداد وبابل بواقع ستين مدرسة في بغداد وثلاثة عشر في بابل وفي مشروع العقد واحد تكليف الفين واثمعاش بناء خمسة وستين مدرسة بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بواقع عشرين مدرسة في بابل واحد أربعين في المثنى وأربعة في الديوانية ثالثاً اقرار مبلغ الزيادة في الكلف الكلية ونسبة الاحتياط للمشروعات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في ثمانية تموز الفين واربع وعشرين والمتضمن أوامر الغيار المنفذة سابقاً والمطلوب تنفيذها الوجبة الثانية وأوامر الغيار الناتجة عن مبلغ الأعمال غير المنجزة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة الفين وواحد وعشرين رابعاً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء جسر شمال تكريت ومقترباته المرحلة الأولى ضمن مشروع إنشاء جسر تكريت الكونكريتي ومقترباته خامساً زيادة الكلف الكلية للمشروع الرئيس أعمال تطوير مستشفى الموانئ العام محافظة البصرة سادساً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة تنفيذ وتجهيز محطة مجار الهندية محافظة كربلاء المقدسة بطاقة تصميمية 25 ألف مكعب باليوم وزيادة الكلف الكلية لمشروع مجار الهندية سابعاً زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لمشروع مكاتب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الأنبار ثامناً زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية للمشروع الرئيس تبليط شوارع في مركز محافظة البصرة مع الأرصفة عدد سبعة شكراً